أملا منه في طي صفحة خلاف أكبر أزمة سياسية تعيشها فرنسا في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة عين الرئيس إمانويل ماكرون السياسي ميشيل بارني رئيسا للوزراء قرروا ماكرون بتولي بارني المنتمي للتيار المحافظ جاء على أنقاض الهزة الأرضية التي أحدثها نجاح التحالف اليساري الفائز بالانتخابات المبكرة يوليو الماضي في إجراء من الرئاس الفرنسية تناقض مع المسال الديمقراطي للتمثيل البرلماني والذي يستوجب طرح اسم رئيس الوزراء من الطيار الحائز على أكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات مستقبل مجهول أصبح في انتظار ميشيل بارني صاحب 73 عاما ظهرت بوادره مع اتهام التحالف اليساري لماكرون بتجاهل نتيجة الانتخابات واختياره رئيسا للوزراء من المحافظين داعيا المواطنين إلى تنظيم احتجاجات ضد تعيين بارني بينما أشار التجمع الوطني اليميني أكبر أحزاب التحالف اليساري قابوله المبدئي لتعيين بارني ومقرنا موافقته باستفاء الرجل لشروط معينة من بينها خطابه السياسي وقراراته وقدرته على قيادة الملفات الداخلية بجدارة وسيدخل ميشيل بارني إلى دائرة الصراع مبكرا مع الأحزاب السياسية مع اختبار اقرار ميزانية فرنسا لعام 2025 بعد أن هددت الأحزاب بالتصويت ضدها في البرلمان إذا لم تأتي ملبية لطلاباتهم وسيتعين على ميشيل بارني أكبر رؤساء وزراء فرنسا سنا والذي جاء خلفا لأصغرهم سنا جابرييل آتال أن ينجح خلال الأسابيع الأولى من ولاياته في معالجة ملفات الملحة للشعب الفرنسي وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وملف الأمن والهجرة بدلا من قرار الأحزاب المتواري في إدراجهم بحجب ثقة عنه